الفصل العاشر رئيس وبطل باناما في الهزيع الأخير من إحدى ليالي أبريل عام 1972 هبطت من الطائرة في مطار توكمان الدولي بباناما أثناء فياضان استوائه وكما هو معتاد في تلك الأيام ركبت سيارة أجرة مع مديرين تنفيذيين آخرين ولأنني أتحدث الإسبانية انتهى بيء المطاف في المقعد الأمامي بجوار السائق رحت أحملق في شرود من وراء زجاج السيارة عبر الأمطار أضاءت أضواء السيارة الأمامية صورة رجل وسيم مطبوعة على ملسق إعلاني له حواجب ظاهرة وعيون براقة وقباعته ذات الحواف العارضة مائلة بشكل أنيق من أحد جانبيها إلى أعلى تعرفت فيه على بطل باناما المعاصر عمر توريخوس أعدت نفسي لهذه الرحلة بطريقة المعتادة فزورت قسم المراجع في مكتبة بوستون العامة عرفت أن أحد أسباب شعبية توريخوس بين شعبه أنه مدافع حازم عن حق باناما في الاستقلال ومطالبته بالسيطرة على قناة باناما كان مصمما على أن قيادته لبلده تستدعي تفادي الوقوع في بعض السقطات الشائنة كما حدث في مراحل تاريخية سابقة كانت باناما جزءا من كولومبيا عندما قرر المهندس الفرنسي فريدنان ديليسيبس الذي أشرف على بناء قناة السويس بناء قناة عبر برزخ أمريكا الوسطى ليربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي بداية منذ عام 1881 قام الفرنسيون بمجهود خارق وواجهوا الكارثة تلو الأخرى أخيرا في عام 1889 انتهى المشروع بكارثة مالية لكن هذا الفشل ألهم تيودو روزفيلت حلما في أثناء الأعوام الأولى من القرن العشرين طلبت الولايات المتحدة بتوقيع كولومبيا على معاهدة تحويل البرزخ لإشراف اتحاد شركات أمريكا الشمالية لكن كولومبيا رفضت في عام 1903 أرسل الرئيس الأمريكي روزفيلت أسطول ناشفيل الحربي هبط الجنود هناك وقابضوا على قواد الميليشيا المحلية وقتلوهم وأعلنوا باناما دولة مستقلة ونصبوا حكومة شكلية عميلة وتم التوقيع على معاهدة القناة الأولى التي منحت الشرعية لوجود منطقة أمريكية على جانبي الطريق المائي مستقبلا وللتدخل الأمريكي العسكري ومنحت واشنطن سيطرة فعلية على تلك الدولة المشكلة حديثا والتي يقال أنها مستقلة تكمن المفارقة في أن من وقع تلك المعاهدة هما وزير الخارجية الأمريكي والمهندس الفرنسي فيليب بونو فاريليلا الذي كان عضوا في فريق العمل الأساسي إبان المحاولة الفرنسية لشق القناة لكن هذه المعاهدة لم يوقعها بانامي واحد بطبيعة الأمور أجبرت باناما على أن تنفصل عن كولومبيا كي تخدم أغراض الولايات المتحدة وبتأمل ما حدث نجد أن تلك هي البداية المتوقعة لاتفاق عقد بين الأمريكيين ورجل فرنسي ظلت باناما ما يربو على نصف قرن تحكمها حكومة الأقلية المكونة من العائلات الثارية التي تربطها علاقات وثيقة مع واشنطن كانوا يمثلون ديكتاتورية الجناح اليميني الذين يتبنوا أي معايير يرونها ضرورية للتأكد من أن بلادهم تشجع مصالح الولايات المتحدة مما يعني إجهاد أي حركة شعبية توحي بالاشتراكية دعموا كذلك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ووكالة الأمن القومي NSA في أنشطتها ضد الشيوعية في كافة أنحاء النصف الغربي من الكرة الأرضية كما ساعدوا شركات التجارة الأمريكية الضخمة مثل إستاندريد أويل للبترول التي يملكها روكفيلر وشركة الفواكه المتحدة United Fruit التي باعها جورج بوش كان واضحا أن تلك الحكومات لم تكن تستشعر أنه يمكن ترويج مصالح الولايات المتحدة بتحسين أوضاع الشعب الذي يعيش في فقر مدقع أو تقديم رعاية لأولئك الذين يعملون كالعبيد لدى شركات الزراعة والاقتصاد الضخمة نالت العائلات التي تحكم بانما مكافأة جيدة مقابل دعمها للسياسة الأمريكية وتدخلت القوات العسكرية الأمريكية في شؤونها الداخلية عشرات المرات خلال الفترة الواقعة بين إعلان بانما دولة مستقلة وعام 1968 على أي حال في ذلك العام بينما كنت لا أزال أعمل متطوعا في فيالق السلام في الإكوادور تغير مسار التاريخ البانامي فجأة حذث انقلاب أطاح بأرنولفو آرياس وهو الأخير في سلسلة متعاقبة من الحكام الدكتاتوريين وبعدها تولى عمر توريخوس الحكم رغم أنه لم يشارك مشاركة فعالة في ذلك الانقلاب كان عمر توريخوس يتمتع بتقدير من الطبقة المتوسطة واحترام الطبقات الفقيرة من شعب بانما كان هو نفسه قد نشأ في بلدة ريفية في سانتياغو وكان والداه يعملان بالتدريس شق طريقه بنجاح من خلال انضمامه لضباط الحرس الوطني وهي وحدة بانما العسكرية الرئيسة والمؤسسة التي تمتعت بدعم متزايد من الفقراء خلال الستينات أكسبه اهتمامه بالفقراء والمهمشين سمعة طيبة كان يسير في شوارعها المكدسة بالأكواخ ويعقد الاجتماعات في أحيائهم الفقيرة التي لا يجرؤ رجال السياسة على دخولها ويساعد العاطلين في العثور على عمل وكثيرا ما تبرع بالأموال القليلة التي يملكها للعائلات المنقوبة بالأمراض والمآسي تجاوز حبه للحياة وتعاطفه مع الناس حدود بانما اتهم توريخوس بتحويل بلاده إلى مأوى للفارين من الإدطهاد وبلد يمنح حق اللجوء السياسي للاجئين السياسيين على جميع أصنافهم بداية من أشد اليساريين عداوة لبينوشي في شيلي إلى الميليشيات اليمينية المناهضة لعصابات كاسترو كثير من الناس كانوا يرون فيه رسول سلام تلك السمعة التي أكسبته تأييد وتشجيع نصف سكان الكرة الأرضية وقد طور أيضا سمعته كقائد كرس نفسه لحل الخلافات بين الأحزاب المتشاحنة التي كانت تعاني شقاقا في كثير من دول أمريكا اللاتينية مثل هندوراس، جواتيمالا، السلفادور، نيكاراغوا، كوبا، كولومبيا، البيرو، الأرجنتين، الشيلي، والباراغواي وغيرها من الدول قدمت دولته الصغيرة دات المليوني نسمة نموذجا للإصلاح الاجتماعي ومصدرا لإلهام قواد العالم على تنوعهم مثل نقابات العمال التي خططت لتفتيت الاتحاد السوفيتي والقادة العسكريين المسلمين مثل معمر القذافي في ليبيا في ليلة الأولى في بانما حينما أوقفتنا إشارة المرور ظهرت صورة طوريخوس تجاهلت الضجة الصادرة عن ماسحات الزجاج الأمامي للسيارة فقد تأثرت بهذا الرجل وبابتسامته المطلة من الملسق الإعلاني كان وسيما ذا شخصية قيادية قوية وشجاعا عرفت من خلال الساعات التي أقمتها في مكتبة بولستون العامة أنه لم يتخلى أبدا عن معتقداته فلأول مرة في تاريخها لم تعد بانما دمية في يد واشنطن أو أي يد أخرى لم يستسلم طوريخوس أبدا للإغراءات التي عرضتها موسكو أو بيكين كان يؤمن بالإصلاح الاجتماعي ومساعدة الذين ولدوا فقراء لكنه لم يؤيد الشيوعية على عكس كاسترو كان طوريخوس مصمما على كسب الحرية من الولايات المتحدة دون تحالف مع أعدائها عثرت بالصدفة على مقال بجاردة مهملة على أحد أرفف مكتبة بولستون العامة تتني على طوريخوس بوصفه رجلا كان بمقدوره تغيير تاريخ الأمريكيتين وتحويل مساره نحو اتجاه يغاير سعي الولايات المتحدة للهيمنة الطويلة الأمد يستشهد كاتب المقال بداية بالمبدأ الذي ساد الأمريكيين في أربعينيات القرن التاسع عشر والقائل بأن غزو أمريكا الشمالية كان قدرا محتوما لأن الله وليس البشر قد قضى بهلاك الهنود والغابات وقطعان الماشية وجفاف المستقعات وتدفق مجاري الأنهار وأن تنمية أي اقتصاد يعتمد على استمرار استغلال العمال والمصادر الطبيعية جعلني ذلك المقال أتأمل موقف بلادي تجاه العالم فقد اتخذ مبدأ مونرو الذي أعلنه الرئيس جيمس مونرو في عام 1823 ذريعة للتأكيد على أحاقية الولايات المتحدة الأمريكية في التوسع في نصف الكرة الأرضية وذلك لتتمكن من السير إلى آفاق أوسع في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر وذلك أيضا لدعم الدعوة إلى أن للولايات المتحدة حقوقا خاصة في غزو أي دولة في أمريكا الجنوبية أو أمريكا الوسطى ترفض مساندة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية أما تيدي روزفيلت فقد استغل مبدأ مونرو لتبرير تدخل الولايات المتحدة في شؤون جمهورية الدومينيكان وفي فينزويلا وأثناء نزع بانما عن كولومبيا كما اعتمد رؤساء الولايات المتحدة اللاحقون ومن أهمهم تافت وويلسون وفرانكلير روزفيلت على هذا المبدأ في ممارسة أنشطة واشنطن التوسعية في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى في نهاية الحرب العالمية الثانية وأخيرا في النصف الثاني من القرن العشرين استغلت الولايات المتحدة الخطر الشيوعي لتطبيق مبدأ مونرو على مدى أوسع ليشمل دولا أخرى حول العالم مثل فيتنام وإندونيسيا والآن يبدو أن ثمة رجلا وحيدا يقف في طريق واشنطن أعرف أنه ليس أول من فعل ذلك فقواد مثل كاسترو واللندي فعلوا ذلك من قبله لكن توريخوس هو الوحيد الذي يفعل ذلك خارج عالم الأيديولوجية الشيوعية ودون أن يصف حركته بأنها ثورة إنه يقول ببساطة أن بانما لها حقوقها الشرعية الخاصة في أن تمارس سلطاتها التامة المطلقة على شعبها وعلى أراضيها وعلى مسطحاتها المائية التي تمر من خلال أراضيها وأن هذه الحقوق نافذة وسارية المفعول وأنها منحة إلهية كالتي تتمتع بها الولايات المتحدة اعترض كذلك توريخوس على وجود مدرسة الأمريكتين والقيادة الجنوبية لمركز تدريب عمليات المناطق الحارة التابعة للجيش الأمريكي وكلاهما في منطقة القناة ولسنوات عديدة كانت الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها المسلحة تدعو ديكتاتوري أمريكا اللاتينية ورؤسائها ليرسلوا أبناءهم وقوادهم العسكريين لهذه المؤسسات وهي الأكبر والأفضل تجهيزا خارج نطاق أمريكا الشمالية هناك تعلموا مهارات التحقيقات الرسمية والعمليات الحربية السرية كما تعلموا المناورات العسكرية التي قد يحتاجونها في محاربة الشيوعية وحماية مواردهم الخاصة وموارد شركات البترول وغيرها من الشركات الخاصة وقد حظوا كذلك بفرصة الاقتراب من كبار ضباط الولايات المتحدة كانت هذه المؤسسات ما ثار كراهية شعوب أمريكا اللاتينية فيما عدا القلة الثرية التي تنتفع منها كان معروفا أنهم يدربون فرق الموت المتطرف والجلادين الذين حولوا بلادا كثيرة إلى أنظمة ديكتاتورية أعلن هاتوريخوس واضحة أنه لا يريد إقامة مراكز للتدريب في بانما وأنه يرى أن منطقة القناة ضمن حدود بلاده شعرت برعشة تسري في بدني لدى رؤية صورة الجنرال الوثيم على الملصق الإعلاني وقراءة التعليق أسفل وجهه الحرية هدف عمر لم تخترع بعد الآلة التي تستطيع قتل الأهداف النبيلة اعتراني هاجز بأن قصة بانما في القرن العشرين أبعد من أن تصل لنهايتها بعد وأنه على توريخوس أن يتوقع أياما صعبة بل حتى مأساوية ضربت الرياح الاستوائية زجاج السيارة الأمامي وتحولت الإشارة الضوئية لللون الأخضر أطلق السائق بوق سيارته فكرت في موقفي لقد أرسلوني لبانما لإنهاء مفاوضات ما سوف يصبح أول خطة رئيسة شاملة للتنمية الحقيقية تلك الخطة التي ستفتح للبنك الدولي وبنك التنمية الأمريكي وهيئة المعونة الأمريكية مجالات لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة ووسائل المواصلات والزراعة في هذا البلد الصغير شديد الأهمية بالطبع كان الأمر ينطوي على خدعة ووسيلة لجعل بانما ترزح تحت الديون وهكذا تعود مرة أخرى لتصبح دمية في يد الولايات المتحدة حين تحركت سيارة الأزرة أثناء الليل انفجر داخلي شعور بالذنب منطلقا كالوميد لكني كبحت جماحه ما الذي يعنيني في الأمر لقد انحدرت للهاوية في جزيرة جاوى بعت نفسي والآن بمقدوري أن أخلق فرصة العمر بإمكاني أن أكون ثرياً ومشهوراً وذا نفوذ في لمح البصر ترجمة نانسي قنقر